السلام عليكم بالبداية دعونا نكون متفقين على نقطة مهمة وهي انه ماحدة مننا خلق متعلم واكيد موعيب انه نكون ما منعرف لانه كل يوم عم يطلع شي جديد ومو سهل علينا نتابع التطور موضوع حلقتنا لليوم هو عبارة كتير عم تتكرر باغلب مقاطع الفيديو الا وهي رح تلاقوا على سبيل المثال الرابط في صندوق الوصف او رح تلاقوا المراجع العلمية لاستندت عليها بالحلقة بصندوق الوصف او بكل بساطة وهي اشهر شي رح تلاقوا الروابط حساباتي على فيسبوك وتليجرام وانستغرام في صندوق الوصف لكن ما بتقتصر اهمية صندوق الوصف على هاد الشي صندوق الوصف ممكن يحتوي على تحديثات تمت بعد عرض الحلقة لانت شاهدت وحب صاحب القناة يضيف هالتعديلات على الفيديو لكن مع الاحتفاظ بالفيديو هو منشور يعني ما بده يحتاج يحزي في الحلقة ويرجع يضيف عليها التعديلات ويرجع ينشرها مرة اخرى تعالوا مع بعض نعرف وين مكان صندوق الوصف اي فيديو ندخل على يوتيوب رح ااخد انا فيديو من قناتي مثلا رح ااخد هاد الفيديو رح اعطي ايقاف اول شي اي فيديو بتدخله عليه بيطلع لكم بهالشكل بيطلع لكم بهالشكل هون في عندكم ثلاث نقاط شايفين هون عم باشرب لكم عليهم بالماوس هاد لولا ثلاث نقاط وبجنبهم خيار المزيد اذا ضغطوا على المزيد رح تلاقي طلع لكم الشاشة بالشكل طبعا بصغير كلام هون مساحة اضافية لقبت بمصطلح او بعبارة صندوق الوصف فهذا هو صندوق الوصف مثل المشايفين هاد الكلام انا ما حبيت اذكره بالفيديو مشان ما اطور بالحلقة فاضطريت انه اضيفه لهون مثل المشايفين هون كاتب لكم الوصف طبعا ما في كلمة صندوق هاي نحنا اختبعناها في هون الخيار كمان المزيد ممكن تلاقوا كمان معلومات اكثر تضغطوا عليه هاد هو صندوق الوصف باختصار ان شاء الله تكونوا استفدتوا استمتعتوا بهالحلقة ولا تنسونا من الاعجاب والاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته